السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أضع بين يديكم تطبيق المصحف الذهبي حقيقة هذا التطبيق ما يجي عام رمضاني إلا وقوم بنشر مقطع تعريفي عنه لأن حقيقتها ما شاء الله يستاهل وبإذن الله أنتم شركة معي في نشره الأول ميزة في هذا التطبيق أنك تستطيع تختار المصحف طبعة مكفهة القديمة وطبعة مكفهة الجديدة الميزة الثانية البساطة والسهولة خلوني أوريكم تجربة سريعة الآن حطيت علامة مع الآية عندك مجموعة من خيارات الاستماع تستطيع تستمع عن هذه الآية تستطيع تكرر هذه الآية تستطيع تختار مجموعة كبيرة من القراء من الميزات الأخرى إذا اخترنا الآية وقلنا نريد جذر الكلمة أو المعجم يعطيك الجذر تقدر تختار تفسير والتفسير فيه قائمة كبيرة جدا من الخيارات ثم كذلك إذا اخترت التفسير على سبيل المثال يظهر لك مثال أسباب النزول يعطيك أسباب النزول لهذه الآية معاني الكلمات لهذه الآية البلاغة إذا أردت تريدها عن هذه الآية الصرف الإعراب موضوع الآيات عن هذه الآية الترجمة لهذه الآية وفيه موجود مجموعة كبيرة من اللغات داخل هذا التطبيق من المميزات الجميلة في هذا التطبيق عند مشاركة نص قرآني لاحظوا معي سيعتكي بطريقة شبيهة للرسم العثماني لاحظوا نص الآية أعطانيها بالحركات وشبيهة للرسم العثماني من المميزات في هذا التطبيق خيار البحث لاحظوا معي الآن لو استطيع أبحث عن الموضوعات لو كتبت أريد مواضيع عن التوبة سأعطيك آيات تتكلع عن التوبة من المميزات في هذا البرنامج كذلك لو ذهبنا إلى القائمة فوق في الأعلى لاحظوا معي الآن أظهر لي مجموعة من الخيارات 40 نوية الأذكار في ميزات كثيرة لو ذهبنا تحت إلى الأسفل مصحف التلاوة لاحظوا معي عند إضافة المصحف عندك مصحف حفص بطبعة نكفهة الجديدة والقديمة وعندك مصحف برواية ورش وبرواية قالون حقيقة تطبيق بحر ومليان معلومات وجميل أنصح بتحميله ونشره لأن حقيقة أكبر ميزة سهولة والبساطة